يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السادسة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك الكلام يتواصل في المسار الثاني الذي عنوانه مسار التغيير العظيم كل الحديث في مرحلة الظهور كان كلامنا في الحلقثين الماضيتين في التغيير الكبير الذي سيطرأ على المنظومة الزمانية كل شيء يرتبط بمنظومة الزمان إذا تغيرت المنظومة الزمانية مثل ما بينت لكم فيما تقدم من هذا البرنامج فهذا يعني أن الطقس سيتغير أن المناخ في كل الأرض سيتغير النباتات وما تنتج كل شيء فيها سيتغير قطعا نحو الأحسن لأننا تحت خيمة قائم آل محمد نتحدث في مرحلة مرحلة الظهور المهدوي كل شيء في الهواء والماء والتراب والتقس والمناخ والحيوانات وبني البشر كل شيء سيتغير بالاتجاه الأحسن وهذا التغير منه ما يكون سريعا جدا بسرعة تفوق سرعة الضوء مثلما مر الكلام في واقعة آصف حينما نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين حيث تجاوز الزمان والمكان رواية جميلة في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة والخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثالث أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند الكليني عن علي بن محمد النوفلي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فحينما فحينما فعل آصف ولايته التكوينية فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبب فتناول عرش بلقيس حتى سيره إلى سليمان ثم 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 انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين يقال بلقيس ويقال بلقيس أيضا فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ وسبأ في اليمن فتناول عرش بلقيس حتى سيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين هذا هو الذي قصدته لكم حينما حدثتكم في الحلقة الماضية من أن آصف تعامل مع البعد الملكوتي للمادة لمادة العرش للعرش نفسه فكل الأشياء لها بعد ملكوتي ومر الكلام في هذا الأمر هو هو سيجري بل سيجري بنحو يكون أعظم وأعظم دولة سليمان النبي ما هي إلا أنموذج مصغر يشير إلى مستوى الإمكان في أن الإنسان يستطيع أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل وما سليمان إلا فرد من شيعة محمد وآل محمد وآصف كذلك وعلم آصف دون علم سلمان المحمدي دونه بكثير وكثير فآصف وصي سليمان علمه دون علم سلمان المحمدي هذا موضوع لا أريد الخوض فيه الآن فكيف تكون المقايسة مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ستتغير منظومة الزمان وكل شيء سيتغير إلى الأحسن إلى الأفضل إلى الأبهج إلى الأجمل إلى الأنقى إلى الأصفى كل شيء سيتغير بلطف عناية الحجة بن الحسن وحينما يتغير الزمان وتتغير طبائع الأشياء وحينما يتواصل عالم الشهادة مع عالم الغيب ويتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة عبر منافذ الفيض من تطبيقات الولاية التكوينية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حيث ستتسع الآفاق وتفتح الأبواب المغلقة فيما بيننا وبين الملأ الأعلى فيما بيننا وبين عوالم الملائكة وعوالم الجن فيما بيننا وبين سكان هذه المجرات العملاقة من دواب السماء كائنات وأمم وشعوب وحضارات لا حصر لها ستكون الأرض عاصمة لماذا؟ لأن الإمام موجود فيها وعندنا قاعدة معرفية وعقائدية أرض يكون فيها الإمام تكون إمام الأرضي هذه قاعدة من قواعد ثقافة العترة الطاهرة أرض يكون فيها الإمام تكون إمام الأرضي فكل الأبواب التي ستفتح تتعمق من خلالها الروابط والعلاقات فيما بين أهل الأرض وسكان الملأ الأعلى فيما بين أهل الأرض والملائكة والجن وسائر المخلوقات الكثيرة والكثيرة جدا في هذه المجرات الشاسعة في هذا الكون المتسع الواسع في هذه الحلقة وما بعدها أسلط الضوء قطعا بالإجمال وسيكون الكلام على سبيل اللقطات والومضات الخاطفة لأن الموضوع واسع وكبير لا أستطيع أن ألم بكل أطرافه في عجالة كعجالة حلقات هذا البرنامج ماذا سيكون حالنا نحن أهل الأرض مع عالم ما وراء الأرض ما هو بعالم واحد إنها عوالم وحوالم ما هو حالنا مع عالم ما وراء الأرض حينما أتحدث في هذا العنوان إنني أتحدث عن الملائكة والملائكة أمم أمم أعدادها هائلة هائلة جدا ومراتبها كثيرة جدا تفوق قدرة البشر على الإحصاء وكذلك فإن الجن أمم وأقوام وشعوب وقبائل والاختلاف ما بين شعوب الجن اختلاف كبير ليس ليس كاختلاف البشر حينما تختلف الشعوب البشرية فيما بينها في بعض الجهات الاختلاف بين الشعوب وأمم الجن اختلاف كبير جدا وهناك الأمم الكثيرة الأمم الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الفضاء الواسع سأبدأ حديثي من الكتاب الكريم وسأضع بين أيديكم حقائق من القرآن لابد أن نطلع عليها حتى أتحدث في هذا الموضوع سورة الرحمن إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة وما بعدها من الآيات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إنني أتحدث عن الآية هذه في مطلع من مطالعها فإن الآية في مطلع آخر حينما يكون الحديث عن يوم القيامة بحسب ما جاء في الأحاديث الشريفة سيكون بين أيدينا معنى آخر وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل المعاني حديثنا عن مرحلة الظهور ومرحلة الظهور في عالمنا الأرض والخطاب والخطاب موجه إلى بني الإنس وبني الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هذا يعني أن إمكانية النفوذ موجودة للإنس وللجن ولكن لا بد أن تتحقق الأسباب الكافية لذلك والتي عبر عنها بالسلطان لا بد من وجود قوة تمكن الإنس وتمكن الجن من أن ينفذوا سلطتهم في النفوذ من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران هناك مواقع في هذا الكون لا تستطيعون يا معشر الجن والإنس أن تصلوا إليها هناك هذه الحواجز وهناك وسائل الدفاع التي تمنعكم أن تخترقوا تلك الحواجز إلا إذا توفرت لديكم الوسائل الكافية التي تمكنكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض قطعا في المساحة التي تتاح لكم فما كل شيء بمتاح لكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 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 الآية تؤكد هذه الإمكانية لا تنفذون إلا بسلطان إذا توفر السلطان لديكم تستطيعون أن تفعلوا ذلك والسلطان في صورته الضعيفة هي الوسائل والآلات التي يستطيع الإنسان إذا كان الحديث عن بني البشر أن يصنعها وأن يطورها أما السلطان الحقيقي فتلك هي الولاية التكوينية المطلقة للإمام المعصوم ففي زمن الظهور هذه الإمكانية ستكون متوفرة للبشر خصوصا بعد التغير الهائل في المنظومة الزمانية قبل ذلك فإن الأمر سيكون محدودا وضيقا وبهذه الشروط لابد أن يتوفر السلطان للبشر وللجن وكل بحسبه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إمكانية النفاذ موجودة لكن بشرط بشرط السلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا هناك مشكلة أمامكم إنها الحواجز الدفاعية التي لا تستطيعون اختراقها يرسل عليكم شواض من نار الشواض هو اللهب الذي يخلو من الدخان إنه لهب صاف يرسل عليكم شواض من نار وماذا بعد ونحاس فلا تنتصران وهذه التعابير تناسب المخاطبة العربية لحدود ثقافته فبأي آلاء ربكما تكذبا في سورة الأنعام في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة فمن يرد الله أن يهديه ماذا يصنع له الكلام ليس عن الهدى هنا هناك نقطة أريد أن أقف عندها فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إلى آخر ما جاء في الآية الكلام عن هذه الحقيقة كأنما يصعد في السماء الذي يصعد وليس يصعد الذي يصعد هو الذي يمتلك الولاية التكوينية إن كنا نتحدث عن بني البشر أو أنه قد خلق مثلما خلقت الملائكة فهي تصعد ولا تتصعد الذي يتصعد هو البشر الذي يحاول أن يصعد في السماء فلا هو بالذي يمتلك الولاية التكوينية ولا هو بالذي خلق كالملائكة بإمكانه أن يصعد في السماء ولذا فهو يصعد يصعد إنها عملية عسيرة جدا وصعبة جدا حينما يذهبون إلى محطة الفضاء الدولية وما هي ببعيدة جدا عن الأرض لا بد أن يتهيأ رواد الفضاء تهيئا لمدة طويلة ولا بد أن يمتلك مؤهلات خاصة حتى يستطيع عبر الوسائل والآلات المعقدة وعبر الأساليب والطرق المركبة بعد تدريب طويل حتى يصل إلى محطة الفضاء الدولية التي هي قريبة من الأرض ما هي ببعيدة فكيف يكون الكلام إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى مسافات بعيدة جدا في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هو بحاجة إلى سلطان لا تنفذون إلا بسلطان لأن الأمر إذا ترك من دون السلطان فهذه النتيجة النتيجة الهلاك ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة السادسة والأربعين بعد المائتين معنى الحرج حرجا الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فقال قد يكون ضيقا وله منفذ يسمع منه ويبصر قد يكون في جو في حال ضيق في آلة ضيقة في لباس ضيق في تكوين ضيق قولوا ما شئتم قد يكون ضيقا وله منفذ يسمع منه ويبصر والحرج هو الملتئم الذي لا منفذ له يسمع به ولا يبصر منه يعني أن الإنسان حينما يصعد في السماء من دون سلطان سيفقد حواسه ولذا فإن رواد الفضاء يحتاجون إلى مؤهلات شخصية فيهم وإلى تدريب معقد يؤهلهم أن يصعد إلى الفضاء مع الوسائل والآلات والبرامج المعقدة جدا فالقرآن هنا يخبرنا عن هذه الحقيقة إذا ما جمعنا بينما جاء في سورة الرحمن حيث الحديث عن إمكانية الحركة باتجاه السماء لبن الإنس ولبن الجن بن الجن أساسا يمتلكون قدرة الطيران وسرعة الانتقال والحركة الخفية في الهواء لكنهم لا يمتلكون قدرة مفتوحة للتوغل في السماء وإنما يمتلكون قدرة محدودة إلى حد كبير بحسبهم قد تكون قدرتهم في الحركة في السماء أكثر من قدرة الإنسان لكن الإنسان أخذ في العقود المتأخرة من حياة البشرية أخذ الإنسان يطور الوسائل والأجهزة والآلات كي يستطيع أن يتحرك باتجاه السماء إذن الأمر ممكن بحسب القرآن لا تنفذون إلا بسلطان من دون هذا السلطان فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك سينتهي هذا الإنسان سيقضى عليه ومن يرد أن يضله جاء القرآن بهذه الحقيقة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والحرج هو الملتأم الذي لا من فذله يسمع به ولا يبصر منه كيف يتنفس لا يستطيع أن يتنفس كيف يتحرك كيف يبصر وكيف يسمع في تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الجزء الجزء الأول مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة السادسة بعد الأربعمائة إنه الحديث الرابع والتسعون وَأَكْرَوْمَ منه موطن الحاجة وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الصادق صلوات الله وسلامه عليه لموسى بن أشيم أتدري ما الحرج؟ قال قلت لا فقال بيده وضم أصابعه كالشيء المصمت لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لا يستطيع الإنسان أن يعيش للحظة وهو يصعد من دون سلطان في السماء من دون الآلات والوسائل والتدريب والبرامج المخصصة لذلك ومع كل هذا فإنه لا يستطيع أن يستمر في حركته باتجاه السماء من دون أن يقف عند مسافة مشخصة لا قيمة لها بالقياس إلى سعة السماء أتدري ما الحرج قال قلت لا فقال بيده وضم أصابعه كالشيء المصمت لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء هذا وصف لحالة الإنسان حينما يحاول أن يصعد في السماء من دون سلطان الكلام تقريبي فالإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك مطلقا وإنما الكلام جاء على سبيل الافتراض إذا فعل الإنسان هذا الأمر فإنه سيكون بهذه الحالة ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه الحقائق واضحة في الكتاب الكريم إنها تعرفنا عن واقع هذا الكون وعن واقع هذا الإنسان نذهب إلى سورة الأنفال وإلى الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها في سياق واقعة بدر إذ تستغيثون ربكم المسلمون كانوا قلة ولم يكونوا يمتلكوا أسلحة ولا طعام حكاية بدر حكاية طويلة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم كيف تطمئن قلوبهم ما لم يروا الملائكة بأعينهم المسلمون رأوا الملائكة ينزلون من السماء لنصرتهم رأوهم وهم يلبسون البياط على خيول نزلوا من السماء وكانوا يلبسون العمائم البيضاء وقد أسدلوا طرفي تلك العمائم كانوا يلبسون العمامة بذعابتين إنها عمامة رسول الله البيضاء التي لها ذؤابتان جبرائيل قلدها ومنصور قائد الملائكة قلدها صنع مثلها وهكذا الملائكة الذين جاءوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمون رأوا الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم المسلمون رأوا الملائكة في واقعة بدر وهذه حقيقة الإنسان يستطيع أن يرى الملائكة يستطيع أن يتواصل معهم مثلما قلت لكم قبل قليل هناك حقائق لابد أن أضعها بين أيديكم من قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى أدخل بعد ذلك في موضوع علاقتنا بعوالم ما وراء الأرض في مرحلة الظهور إذن صار واضحا لدينا أن الإنسان بإمكانه أن يصعد إلى السماء ولكن بسلطان إذا صعد من دون سلطان فإنه سيهلك ومر الكلام في هذا والإنسان قادر على أن يرى الملائكة وأن يتواصل معها إنها حقائق واضحة من حقائق الكتاب الكريم نذهب إلى سورة الجن في الآية السادسة بعد البسملة إنها الآية التي تخبرنا عن إمكانية التواصل فيما بين الجن والإنس في عالمنا الأرض في وقتنا هذا وفي أي وقت وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون بهم هناك علاقة فيما بينهم فزادوهم رهقا الرهق هو الخسران بحسب أحاديث العترة الطاهرة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هناك تواصل مثلما يمكن للإنسان أن يتواصل مع الملائكة يمكن للإنسان أن يتواصل مع الجن هذه حقائق القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بغض النظر عن صلاح هؤلاء الرجال أو فسادهم إنني أحدثكم عن حقائق في الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الجن وما بعدها الجن يقولون وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءِ بحسب القدرة المتوفرة لديهم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَاتِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا الكلام الذي مر في سورة الرحمن يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاضٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَا لماذا الحديث عن الجن والإنس معاً في سورة الرحمن أو في سائر السور القرآنية الأخرى للتشابه الكبير فيما بينهما هناك تشابه كبير فيما بينهما للحدي الذي إننا نقرأ في سورة الرحمن في الآيات الأخيرة من سورة الرحمن في الآية السبعين بعد البسملة وما بعدها فيهن خيرات حسان الكلام عن الجنتين التي تحدثت سورة الرحمن عنهما في السياق المتقدم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هذه الآية تشير إلى التشابه الفسلجي فيما بين الجن والإنس هناك تشابه فسلجي إلى حد ما لأن الآية واضحة في هذا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان مثلما هناك تشابه فسلجي فيما بين الإنسان والحور العين فهناك تشابه فسلجي فيما بين الحور العين والجان وهذا يعني أن التشابه الفسلجي بين الإنسان والجان متحقق فيهن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أعود إلى سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق ثم يقول الجنيون وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا هذه الحواجز الأمنية وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يتجسسون يتجسسون على الملائكة وعلى مأموريات الملائكة لأن الملائكة وهم في حركتهم في الاتجاهات المختلفة في السماء يستطيع الجنيون أن يسترق السمع إلى بعض ما يقولون وهم ينتفعون من هذا في برامجهم في برامجهم لتضليل أتباعهم من الجن والإنس وهناك جموع يعملون في مخابرات إبليس يحملون له المعلومات وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يتجسسون فمن يستمع الآن بعد ولادة رسول الله الأحاديث أخبرتنا بعد ولادة رسول الله انقطع الطريق على الجن كي يتجسسوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ودقق النظر في الآية الأولى بعد البسملة من السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لأن سورة الجن تحدثنا عن الوقائع في زمن رسول الله وهم الآن يقولون الجن يقولون وأن كنا كنا في زمن ماض قبل ولادة رسول الله وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع للتجسس يتجسسون على الملائكة حينما يتوجهون في مأمورياتهم هذه التعابير تقريبية فهم لا ينصتون لصوت الملائكة وإنما هي عمليات اختراق مثلما تخترق الأجهزة بعضها البعض حينما يسألون أئمتنا كيف يعرف الملكان الملكان الموكلان بنا كيف يعرف الملكان نوايانا الأئمة تبين لنا من أن نية الخير بسببها تنبعث رائحة طيبة أما نية الشر بسببها تنبعث منا رائحة قبيحة وكريهة جدا وكريهة ولذا أحاديث نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لا تؤذوا الملائكة بروائح ذنوبكم إذن القضية ليست قضية استماع هناك عملية رصد ومتابعة واطلاع من طرق أخرى هذا لا يعني أنهم لا يستمعون إلى الكلام لكن وسائل الرصد ووسائل المراقبة ليست محصورة بالاستماع إلى الكلام وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله فمن يستمع الآن بعد أن ولد المصطفى يجد له شهابا رصدا مساحة الحواجز الدفاعية اتسعت لماذا لأننا اقتربنا من مرحلة التأويل اقتربنا من بيعة الغدير إنه البرنامج الإلهي الكامل الشامل لكن اللعناء غدروا به غدروا به أولئك الأعراب المنافقون غدروا به فانتقل الحال إلى البرنامج الثاني لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة لكن حقائق القرآن واضحة واضحة من أن الإنسان يستطيع أن يتحرك باتجاه السماء ومن أن الجن يستطيعون أن يتحركوا ولكن بشروط ولكن بشروط وقد كانوا يتحركون قبل ولادة المصطفى يصلون إلى مكان ما ولكن بعد ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله تغيرت الأمور بالنسبة للجن وهنا تعقدت أمورهم فعليهم أن يجدوا سلطانا مثلما على الإنسان أن يجد سلطانا ومع ذلك فإن سلطانهم سيكون محدودا السلطة الحقيقية هي في الولاية التكوينية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم نذهب إلى فاصل في سورة الملك إنها الآية الخامسة بعد البسملة في سياق المتقدم نفسه ولقد زين سماء الدنيا السماء الدنيا هي السماء الأولى بحسب ثقافة العترة الطاهرة وكل المجرات هي دون السماء الدنيا فإن السماء الدنيا تكون فوق كل هذه المجرات ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية تؤكد المضمون الذي تحدثت عنه سورة الجن من أنه بعد ولادة المصطفى فإن الأمر قد تغير بالكامل ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير في سورة الكهف حينما يأتي الحديث عن ذي القرنين في الآية الرابعة والثمانين بعد البسملة والتي بعدها إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه من كل شيء فأتبع سببه فأتبع سببه إنه استغل كل الإمكانات وكل الأسباب المتوفرة ولذا فإنه استطاع أن يتحرك في السماء وقد حدثتنا أحاديثهم صلوات الله عليهم عن رحلته الطويلة والمديدة في الفضاء بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن يأجوج ومأجوج ما هم في الأرض إنهم في السماء وسد يأجوج ومأجوج ما هو في الأرض هو في السماء عبر الرحلة الفضائية الطويلة والممتدة والمعقدة جدا وقد تحدثت عنها في برامج السابقة وسأمر عليها مرورا عاجلا وسريعا في حلقة يوم غد إن توفرت الفرصة الكافية لذلك إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه من كل شيء سببه حتى الأسباب التي يصعد بها إلى السماء لا تنفذون إلا بسلطان هذا هو السلطان وآتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه فاستغل الأسباب كلها ولذا فإن الآيات التي تحدثت عن مغرب الشمس وعن مشرقها هذا ما هو في الأرض لا يوجد شيء من هذا في الأرض لكن تفاسير السقيفتين تفاسير ضلال لا علاقة لنا بكل تلك التفاسير نحن نحن نتحدث عن تفسير العترة الطاهرة لقرآنها فهذا المغرب وهذا المشرق في الفضاء إنه خارج الأرض خارج الكرة الأرضية إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فَعَلَ ذُو القرنين لقد فعل ذلك مع جيشه مع قوته العسكرية في سورة الشورى إنها الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة أتمنى أن تنصت جيداً للآية ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض ماذا تشكل الأرض بالنسبة لهذه السماوات المتسعة وأنا لا أتحدث عن السماوات العظمى عن السماوات السب وإنما أتحدث عن هذه المجرات الهائلة عن زينة السماء الدنيا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هناك دواب الأرض وهناك دواب السماوات إذا أردنا أن نقوم بعملية مقايسة بين هذه الأرض الصغيرة وبين هذه السماوات المتسعة كم سيكون عدد دواب السماوات لأن الآية جعلت الأمر بالتساوي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما عملية البث في الأرض بحسب الأرض وفي السماوات بحسب السماوات وما بث فيهما من دابة هناك هناك من نواصب سقيفة بني ساعدة من قال من أن المراد من دواب السماوات الملائكة وهو كلام سخيف إلى أبعد الحدود الحديث هنا عن أجسام كأجسام إنها أجسام لها دبيب على الأرض لها حركة ولحركتها صوت ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة فهناك دواب الأرض والإنسان جزء منها كل الأجسام التي تتحرك على الأرض هي من دواب الأرض الإنسان من دواب الأرض الحيوانات بكل أصنافها التي هي أجسام تتحرك على الأرض الحيوانات بكل أصنافها هي من دواب الأرض الجن كذلك من دواب الأرض لأن الجن يتواجد في الأرض وإن كان أكثرهم في الفضاء الروايات التي تقول من أن الله نفع الجن من الأرض إلى الهواء تقصد بالهواء الفضاء تعبير الهواء يعني الفضاء وليس هذا الهواء الذي نتنفسه لأن التعابير في القرآن المفسر المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم مصطلح الهواء يراد منه الفضاء قد يراد منه هذا الهواء الذي نتنفسه هذا المعنى موجود ولكن حينما تتحدث الروايات من أن الله سبحانه وتعالى نفى الجن إلى الهواء إلى الفضاء إلى هذه المجرات إلى هذه الأجرام السماوية جزء منهم في الأرض جزء يقطنون في الأرض وجزء يأتون من مواطنهم في السماء ويعودون السماوات فيها أمم وشعوب كثيرة والآية تتحدث عن الأمم والشعوب هذه عن دواب السماوات الآية صريحة تدبروا فيها أطيل النظر فيها ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم حينما نتحدث عن مرحلة الظهور ومن أن الدولة المهدوية القائمية سيتصل فيها عالم الغيب بعالم الشهادة وستتصل فيها الحضارات الهائلة في هذا الكون الواسع بحضارة الأرض فهذا القرآن يحدثنا عن ذلك هذه هي الحقائق التي أردت أن أعرضها بين أيديكم قبل أن أدخل في التفاصيل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة عدد هائل من الدواب في الأرض إذن كم هو عدد الدواب في السماوات لأن البث بنفس الدرجة بنفس المستوى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما فكروا جيدا فكروا جيدا كم هو عدد الأمم والشعوب في هذا الكون التي لا نعرف عنها شيئا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم وعلى جمعهم إذا يشاء قدير هنا إشارة دقيقة من أن هذه الكائنات يمكن أن تجتمع يمكن أن تتفاهم يمكن أن تتواصل فهناك جهات ارتباط فيما بينها مثلما مرت الإشارة في سورة الرحمن حينما كان الحديث عن الحور العين فكانت الإشارة لم يطمث هن وكان الحديث عن الإنس والجن الإشارة هنا تقول من أن الأمم هذه من الإنس والجن وسائر دواب بالسماوات هناك جهة ترابط يمكن لهذه الأمم أن تجتمع وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لأن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابها إمامنا الصادق وضع لنا هذه القاعدة الواضحة أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها فهنا حينما يقول القرآن وهو على جمعهم سبحانه وتعالى إذا يشاء قدير بالأسباب فحينما يكون الكلام عن الأسباب هذا يعني أن جذور الأسباب متوفرة في كل هذه الأمم والشعوب بإمكانها أن تجتمع إذا توفرت لها الأجواء المناسبة هذه الأجواء المناسبة سيوفرها قائم آل محمد لها وذلك عبر التغير الهائل في المنظومة الزمانية والتي ستنعكس حتى على حياة البشر فإن البشر ستطول أعمارهم لماذا؟ لأن المنظومة الزمانية تغيرت وحينئذ فإن قوانين الآجال وقانون البداء وسائر القوانين الأخرى التي مر الحديث عنها ستتغير حركة تطبيقها وتتبدل مفرداتها بحسب التغير الهائل الجديد لحظوا الفارقة بين دين العترة الطاهرة وبين دين الأعراب الذين يصورون المشروع المهدوية وكأنه داعش يخرج الإمام كي يذبح الناس يبقى حكمه لمدة قليلة وبعد ذلك يموت الإمام وتكون القيامة أي دجل وأي كذب هذا ما هذه السخافة في دين هؤلاء هذا هو دين الله وبرنامج الله لا يكون كبرنامج داعش كبرنامج دولة طالبان في أفغانستان ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير في سورة النحل في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة ولله يسجد دققوا النظر معي في الآية ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة الملائكة ما هم من دواب السماوات إنهم جنس آخر وما في السماوات من دابة والآية أيضاً فيها إشارة إلى أن أعداد دواب السماوات كأعداد دواب بالأرض بالمقايسة والمناسبة وبحسب هذا ستكون أعداد دواب السماوات أضعاف دواب بالأرض ملايين الأضعاف ملايين الأضعاف بحسب سعة السماوات بحسب سعة هذه المجرات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة أيضاً يسجدون وهم لا يستكبرون إذن الملائكة ما هم من دواب بالسماوات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أما الجن فإن كانوا في الأرض فهم من دواب بالأرض وإن كانوا في السماء فهم من دواب بالسماء أيضاً ولذا لم تشر الآية إلى الجن لأن الجن إن كانوا في الأرض فهم من دواب بالأرض وإن كانوا في السماء فهم من دواب السماء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وإذا ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وفي خلقكم وما يبث من دابة ما يبث من دابة في السماوات والأرض فإن الآيات المتقدمة تتحدث عن أن عملية البث ستكون بثاً للدواب في السماوات والأرض بنفس النسبة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم أنتم يا بني البشر وما يبث من دابة في السماوات وفي الأرض وما يبث من دابة آيات آيات لقوم يوقنون تلاحظون أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة يؤكد حقيقة وجود الأمم بأعداد هائلة في هذا الفضاء الواسع علماء ناسا ناسا التي هي أكبر مؤسسة في الدنيا ترتبط بالفضاء إنها وكالة ناسا الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية علماء ناسا وحتى علماء الفضاء في شتى أنحاء العالم حينما يتحدثون وبشكل رسمي في وسائل الإعلام أو في تدريسهم لطلابهم في الجامعات أو في الأبحاث العلمية التي يكتبونها أو في المؤتمرات العلمية العالمية الكبرى يقولون من أن العلم إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يكتشف أثرا للحياة في هذا الكون في أي مكان من الأمكن بحسب بحثهم إنهم يتحدثون عن الكون المرئي وحينما يتحدثون عن الكون المرئي فإنهم يقصدون علميا بالكون المرئي المساحة التي يستطيعون رصدها عبر الأجهزة أما المساحات الهائلة التي لا يستطيعون رصدها فإنهم لا يتحدثون عنها فذلك بالنسبة لهم ما هو بجزء من الكون المرئي فهم يتحدثون عن الكون المرئي عن المساحات من هذا الكون التي استطاع الإنسان أن يرصدها أن يتابعها عبر الأجهزة التي استطاع أن ينتجها إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة ما يبث من دابة في السماوات والأرض آيات لقوم يوقنون نذهب إلى فاصل في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة النور هذه قاعدة عام دقيق النظر فيها والله خلق كل دابة من ماء القرآن تحدث عن دواب الأرض وعن دواب السماوات وبحسب ما مر من الآيات الكريمة فإن عدد دواب السماوات يفوق أعداد دواب الأرض فهذا القانون شامل للجميع وهذه الجهة التي بسببها تستطيع هذه الكائنات أن تجتمع مثل ما مر علينا في الآيات المتقدمة يمكنها أن تتواصل فيما بينها إذا توفرت لها الظروف المناسبة والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع قد يقول قائل بأن الأوصاف هذه تنطبق على دواب بالأرض إذا جعلنا الآية محصورة بدواب بالأرض ولا دليل على حصرها بدواب بالأرض وإذا ورد شيء في الروايات من ضرب أمثلة لما جاء في الآية بخصوص دواب بالأرض فإن الخطاب بحسب المتلقي بحسب القرآن هناك دواب السماوات وهناك دواب الأرض والقاعدة عامة والله خلق كل دابة كل دابة من دواب السماوات والأرض خلق كل الدواب من الماء فمنهم من يمشي على بطنه هذا في دواب الأرض وفي دواب السماء ومنهم من يمشي على رجلين هذا في دواب الأرض وفي دواب السماء ومنهم من يمشي على أربع ثم ماذا تقول الآية يخلق الله ما يشاء فإن الأمر لا يقتصر على هذا التصنيف ولذا فإن دواب السماوات لا يقتصر تصنيفها على هذه الأصناف التي ذكرت في الآية يخلق الله ما يشاء ثم تأتي هذه البديهية الأصل إن الله على كل شيء قدير الآية عميقة هذه عميقة إذا ما نظرنا إلى عمق دلالة القرآن بحسب تفسير العترة الطاهرة وهذا سيتضح جليا حينما نقرأ الأحاديث من هنا يتجلى لنا هذا المعنى من أن الإمام المعصوم حجة على أهل السماوات والأرض هو حجة على الملائكة ولكن الكلام يراد منه بدرجة واضحة الأمم الكثيرة جدا في هذا الكون الوسيع نحن لا نملك وسائل الاتصال بهم الإمام يتواصل معهم الروايات تقول من أن الأئمة يتواصلون معهم ويتواجدون معهم أيضا والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذه الأصناف موجودة في دواب بالأرض وموجودة في دواب بالسماوات ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الأصناف يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير حينما نذهب إلى سورة الأنعام إنها الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة وما من دابة في الأرض الحديث عن الأرض ولكن بحسب الآيات المتقدمة فإن دواب الأرض تلتقي مع دواب السماء لأن دواب الأرض ودواب السماء خلقت بأجمعها من الماء القاعدة واضحة والله خلق كل دابة من ماء هذا الحكم ينطبق على دواب السماوات ودواب الأرض إذا ما جمعنا بين الآيات المتقدمة وهذه القاعدة ومر علينا من أن دواب السماوات ودواب الأرض يمكن أن يجتمعوا فجهات الاجتماع متوفرة إذا توفرت الأسباب المناسبة التي سيوفرها إمام زماننا في المشروع المهدوي الأعظم لكن المقدمة لكل ذلك هو تغيير المنظومة الزمنية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي ما هو هذا طائر الذي ذكر في هذه الآية ومنهم من يمشي على رجلين الذي يمشي على رجلين الإنسان والطيور الطيور تمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان والطيور هذا في الأرض وهناك دواب في السماوات أيضا بهذه الهيئة وبهذا الوصف وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وهذا نفسه ينطبق على دواب السماوات فما ينطبق على دواب بالأرض ينطبق على دواب السماوات الآيات التي مرت علينا تشير إلى أن دواب السماوات تلتقي مع دواب بالأرض في جهات هذه الجهات هي التي ستكون سببا في أن يكون الجميع في دولة واحدة إنها الدولة المهدوية القائمية بسبب عدلها فإنها تستطيع أن تجمع بين الجميع أما الآن فتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الحضارات لا يمكن أن تتواصل معنا ولا يمكننا أن نتواصل معهم لأننا لا نستطيع العيش ضمن حضارة واحدة ضمن دولة واحدة ذلك يتحقق في مرحلة الظهور في دولة العدل وفقا للولاية التكوينية لإمام زماننا وبعد أن تتغير المنظومة الزمانية وتفتح الأبواب المغلقة فيما بين دواب السماوات ودواب الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الأمر هو وهو إذا كانت الطيور في الأرض أمما كأمم بني البشر فما بالكم بالكائنات الراقية والراقية جدا من دواب السماوات إنها أمم مثل ما يقول القرآن إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء قد صنع بدقة ووضع في مكانه الصحيح ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا هو كتاب التكوين هذا مركز الخلق مجمع أسرار التكوين والتشريع ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الجميع سيحشرون وهذه جهة واضحة تشير إلى أن الأمم هذه تلتقي في نقاط كثيرة ولذا فإن الحشر سيكون للجميع قطعا كل بحسبه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم هذا هو الفهم العميق للكتاب الكريم أما فهم السقيفة بني ساعدة فهو فهم أعرابي هذا هو الذي يشير إليه أمير المؤمنين في جهة من جهات كلامه من أن ظاهر القرآن أنيق ومن أن باطنه عميق فأنا لا أتحدث عن الأعماق التي يتحدث عنها أمير المؤمنين أنا أتحدث عن الأعماق التي تناسبني تناسب عقلي الأعماق التي يشير إليها أمير المؤمنين لا أستطيع أن أتخيلها لا أستطيع أن أتوهمها إنما أتحدث عن عمق يناسب عقلي يناسب إدراكي نذهب إلى فاصل إنه مختصر البصائر الكتاب في أصله لسعد الأشعري القموي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم والاختصار للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة السادسة والسبعين إنه الحديث السابع والأربعون بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة تجمع كل كلامي المتقدم الصادق يقول إن لله عز وجل إثني عشر ألف عالم إن لله عز وجل إثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضين ما يرى كل عالم منهم أن لله عالما غيرهم غيرهم ثم ماذا يقول صادق صلوات الله عليه وأنا الحجة عليهم والكلام هو هو محمد المصطفى حجة عليهم علي المرتضى حجة عليهم فاطمة الزهراء حجة عليهم أولادها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد حجة عليهم إن لله عز وجل إثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضين ما يرى كل عالم منهم أن لله عالما غيرهم وأنا الحجة عليهم وذل كل شيء لكم هذه القاعدة تطبيقاتها هنا هذا جزء من تطبيقاتها هذه القاعدة أوسع من أن تحصر بهذا التطبيق هذا التطبيق هو جزء من مصاديق تطبيقاتها وذل كل شيء لكم هذه القاعدة سعتها بسعة ما جاء عن إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه القاعدة سعتها بسعة هذه الحقيقة فهذا الذي تتحدث عنه الرواية الرواية هذه يمثل جانبا من التطبيق المصداقي في جهة من جهات هذه القاعدة وذل هذا هو إمام زماننا هؤلاء هم أئمتنا فإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الجزء الخامس والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والتسعين عن إمامنا الصادقي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين أمير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة 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 كل مدينة إلى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مئتين وخمسين سنة هل هي من السنين الضوئية أم هي من حساب آخر يفوق السنين الضوئية لأن الأحاديث تخبرنا عن مستويات من الحساب تفوق السنين الضوئية بكثير وكثير وكثير هذه النجوم التي في السماء مدائن مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مئتين وخمسين سنة الروايات كثيرة ووفيرة في مثل هذا المضمون أعود إلى مختصر البصائر كي أقرأ من الصفحة الخامسة والسبعين إنه الحديث السادس والأربعون بسنده بسند سعد الأشعر وبسند الحسن بن سليمان الأول صاحب الكتاب والثاني صاحب الاختصار بسنده عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لله عز وجل بالمشرق ليس الحديث عن مشرق على الأرض إنه مشرق الفضاء والمراد من المشرق الجهة المضيئة وهذه الجهة لم تكتشف لحد الآن لأن الذي ترصده الأجهزة التي صنعها الإنسان ترصد جهة الظلام وهي جهة المغرب جهة المشرق التي تحدثنا عنها الآيات بتفسير العترة والأحاديث بتفهيمهم فإنها لم ترصد لحد الآن لأننا لم نسمع عن جهة مضيئة قد رصدت كل الذي سمعنا به عن ظلام عن جهات مظلمة إلا إذا كانوا قد توصلوا إلى ذلك وما تحدثوا عنه هذا أمر لا نستطيع أن نتحدث عنه لكن الذي يبدو أن جهة المشرق وهي الجهة المضيئة في الفضاء لم ترصد لحد الآن الروايات رصدتها وحدثتنا عنها إن لله عز وجل بالمشرق مدينة اسمها جابلق لها اثنى عشر ألف لها اثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه إلى صاحبه إلى الباب الثاني مسيرة فرسخ هل هذه الفراسخ بفراسخ الدنيا أم إنها فراسخ الفضاء وحينئذ لا نستطيع تصور تلك المسافة والذي يبدو هذه فراسخ الفضاء بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح ينتظرون قيام قائمنا يهلبون الخيل ينتفون شعرها ينتفون شعرها الطويل يقصونه إنهم يهيئونها للقتال على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح ينتظرون قيام قائمنا وإن لله عز وجل بالمغرب في مغرب الفضاء في الجهة المظلمة مدينة يقال لها جابرسة لها اثنى عشر ألف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السلاح ينتظرون قائمنا ثم يقول إمامنا الصادق وأنا الحجة عليه وأنا الحجة عليه مصداق من مصادق أنهم الحجة الإلهية المطلقة على أهل السماء وأهل الأرض هذه بديهية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة من أن محمدا وآل محمد الحجة الإلهية المطلقة على أهل السماوات والأرض هذا الكلام يحدثنا عن لقطة من لقطات حجيته عن صورة من صور حجيتهم فإن حجيتهم هي حجية الله لا يمكن أن تحدد ولا يمكن أن تضيق ولا يمكن أن تختصر بهذه المصادق هذه مصادق مصادق محدودة من صور تطبيق حجيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه المتوفى سنة ميتين وتسعين للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى هذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في صفحة الثامنة والأربعين بعد الأربعمائة إنه الباب الرابع عشر الحديث الثاني بسنده بسند الصفار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من وراء أرضكم هذه مثل ما بدأت في أول الحلقة قلت إنني سأتحدث عن عالم ما وراء الأرض وهذا المضمون أخذته من هذه الرواية وأمثالها إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها هذه المناطق التي ضوءها منها هي في جهة المشرق وهذا واضح من الروايات والأحاديث ستتضح الصورة أكثر حينما نتوغل في الموضوع في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لأن وقت الحلقة قرب على الانتهاء إن من وراء أرض وراء هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان ومر الكلام في بيان هذا المعنى في الحلقات المتقدمة بينت من أن الرجلين أتحدث عن الأول والثاني عن الذين قتل فاطمة الزهراء بما هما هما لا قيمة لهما المشكلة أين فيما قام به فلقد حقق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي الجزء الأخير يمثل العلة الكاملة يمثل البرنامج كله من هنا جاء خطر ما قام به ولذا فإن اللعنة تصب عليهما في كل طبقات الوجود لا لقيمتهما بما هما هما إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان الحديث الثالث من الباب نفسه بسنده عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن من وراء عين شمسكم هذه من وراء هذه المجموعة الشمسية لأن الشمس بمثابة عين في هذه المجموعة الشمسية وهو تعبير دقيق وجميل جدا تعبير لمن يرى الحقائق كاملة لمن يرى المجموعة الشمسية كما هي إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس مجموعات شمسية هذه الأعداد ليس بالضرورة أن تكون أعدادا رياضية نهائية معارض كلامهم هكذا تشعرنا من أن الأعداد يراد منها الكثرة الكثرة المتكاثرة إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمرا فيها خلق كثير الإمام ما قال لنا من أن شمسنا فيها خلق كثير وما قال لنا من أن قمرنا فيه خلق كثير الإمام يتحدث عن مجموعات أخرى دقق النظر في أحاديث الأئمة صلوات الله عليه إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمر كم أربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق ألهم إلهاما لعنة فلان وفلان مثل ما علمنا لعن إبليس نحن لا نعرفه ولا رأيناه ولا التقينا به ولا نعرف صورة لو تجسد لنا الآن بأي صورة فإننا لا نعرفه لكننا علمنا ذلك هناك رواية مهمة جدا لكنها طويلة وأرى الوقت يجري سريعا في صفحة الحادية والخمسين بعد الأربعمائة من الباب نفسه إنه الحديث الحادي عشر عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سور من حديد وعلى كل مدينة منهما سبعون ألف ألف يعني مليون هذه الأعداد للكثرة وعلى كل مدينة منهما سبعون ألف ألف مصراع من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم يتكلم أهلها يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه يتكلم كل شخص يبدو أن شيئا سقط من الرواية يتكلم كل فرد من أفراد سكان تلك المدن لغة بخلاف لغة صاحبه وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما ما في هاتين المدينتين التي إحداهما في مشرق الفضاء وأخرى في مغربه وما فيهما وما بينهما وما عليهم حجة غير وما عليهم حجة غير وغير الحسين أخي الروايات بهذا المضمون كثيرة كثيرة جدا هذه المدائن وهذه الأمم وهذه الحضارات ستتواصل مع عالم الأرض في مرحلة الظهور بعد أن يوفر إمام زماننا الأجواء المناسبة لذلك والبداية من هنا من تغيير المنظومة الزمانية تغيير المنظومة الزمانية موضوع عميق عميق جدا يحتاج إلى عدد كبير من الحلقات لكنني لا أجد المساحة المناسبة كي أخوض في مضمار هذه المطالب أحاول أن أختصر بقدر ما أستطيع كي أجعل عدد حلقات هذا البرنامج بنحو أقل وقت الحلقة انتهى لا زال الحديث يتواصل في أجواء مرحلة الظهور وفي هذا المعنى في هذا العنوان عالم ما وراء الأرض تم الجزء الأول وغدا نلتقي في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي بتريون هم أتحدث عن أولئك الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة تحدث عن آيات الشيطان العظمى عن مراجع النجف وكربل بتريون هم هم طوسيون هم هم والهوى والهوى بتري بتري لعين قذر نجس أسألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر